السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حدايدي طريقة تحميل تطبيق مايكروسوفت تيمز الخاص بحضور الفصول الافتراضية في مرحلة التعلم عن بعد رابط التطبيق بتلاقيه بصندوق الوصف أسفل الفيديو التطبيق متوافق مع جميع الأجهزة أجهزة أبل، آيفون، آيباد، أجهزة الأندرويد سواء جوال أو الأجهزة اللوحية كذلك أجهزة الكمبيوتر، ويندوز وماك يعني على جميع المنصات تقدر تحمل التطبيق فالآن بنحمل التطبيق وبعدها بنشوف كيفية تحميل البرنامج نفسه على أجهزة أيضا الكمبيوتر لو طلع معاك بريدك الإلكتروني الخاص بالهوتميل طبعاً إحنا ما نحتاجه، نحتاج فقط البريد الإلكتروني اللي استخرجناه من توكلنا ومدرستي الخاص بالطالب وليس الخاص بولي الأمر فالآن بنضغط على تسجيل الدخول باستخدام حساب آخر هنا بنحط البريد الإلكتروني اللي أخذناه من توكلنا الخاص بمدرستي وبعدها بنضغط تسجيل الدخول الآن بيطلب منك كلمة المرور الخاصة بالبريد الخاص بالطالب وبعدها أيضا تسجيل الدخول الآن جاتك رسالة الإشعارات لازم طبعا تفعل الإشعارات وهنا رسالة السماح للمايكروفون أيضا بتعطيه السماح وبعدها بتضغط التالي الآن حسنا خلاص الآن أصبح التطبيق جاهز لحضور الفصول الإفتراضية الثلاث شرطات اللي على اليمين عندك لو ضغطها هتلاقي اسم الطالب كذلك البريد الإلكتروني وخلاص هنا بيكون التطبيق جاهز لكل شيء وكل التوفيق للجميع خلينا نشوف طريقة تحميله على أجهزة الكمبيوتر طيب يا أخوان بعد الدخول على رابط موقع مايكروسوفت لتحميل البرنامج الموجود في صندوق الوصف أو بالتغريدة مرفق هتلاقي أنه البرنامج متوافق مع جميع الأجهزة سواء كان جهازة كمبيوتر ويندوز أو بنظام الماك كذلك على أجهزة الآيفون كذلك أجهزة الأندرويد جميع رابط بترك لك هي بصندوق الوصف أنا جهازي ماك بأضغط على تنزيل تيمس الآن بيتم تحميل البرنامج على الجهاز بعد تحميل البرنامج بنثبته زي وزي أي برنامج على جهازك الكمبيوتر بكل سهولة بتضغط على نيكست نيكست أو التالي وبعدها بيتم التثبيت بكل سهولة بعد تثبيت البرنامج بيطلب منك تسجيل الدخول بحسابك المايكروسوفت الخاص فيك اللي انت خدته من مدرستي أو من اللي هو توكله فهنا بنحط البريد الإلكتروني بعدها ساين إن أو تسجيل دخول وبعدها بنحط الرقم السري وبعدها بنضغط تسجيل الدخول أو ساين إن خلاص الآن فتح معنا البرنامج وأصبح جاهز في أي وقت بتضغط على أيقونة نفس البرنامج اللي بتكون بثبته عندك أو التطبيق نفسه اللي على جوالك وبتكون جاهز للدخول فكل اللي عليك تسويه بعد كده لحضورك للفصولة الافتراضية إنك فقط بتدخل رقم الكود اللي بتاخده من المعلم فعندنا هنا خانة التقويم هنا المفترض إنها تظهر بعد كده اللي هي الدروس أو جدول الحصص هنا مثلا نقل الملفات لو رحنا عند شعار الاتصال هنا المفترض هنا بتلاقي أسماء أبناءك وبكده أكون وصلت معاكم إلى نهاية الفيديو يعطيكم ألف عافية وفي أمان الله